السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذا الامر مفاجئة لاحد وتواصل الخطوط الجوية الجزائرية تسيير ثلاث الرحلات اسبوعيا الى الجزائر فيما رفعت السلطات الرحلتها الى خمس رحلات اسبوعيا رد كثيرا من الجزائريين في الخارج ولا سيما في فرنسا على المعلومات التي نقلها الموقع المتخصص في زالجزائر والتي تفيد بان شركة الخطوط الجوية الجزائريات لم ترفع رحلاتها الى الجزائر الى خمس رحلات اسبوعية وكان من المقرر ان تتم هذه زيادة في 28 فبراير كما اعلنت قبل ثلاثة اسابيع من قبل وزارة النقل الجزائرية وبحسب الموقع المعني فان الخطوط الجوية الجزائريات تكافح بالفعل لمل الرحلات الاسبوعية الثلاث المتاحة بالفعل واذا قامت شركة الوطنيات بجدول رحلتين اضافيتين فلن تكون مربحه وبدلا من ذلك تنوي الخطوط الجوية الجزائريات تحديد موعد هاتين رحلتين خلال موسم الصيف عندما يكون الطلب مهما جدا وتكون البرمجة مربحه للشركة الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر ليست مربحه للخطوط الجوية الجزائرية يجب القول ان الردود الفعل لم تكن لطيفة والمعلقون من مستخدم الانترنت لم يستهدف الخطوط الجوية الجزائريات بل الحكومة الجزائرية في الواقع الحكومة هي التي زادت من عدد الرحلات الجوية لخط غير مشغول للغاية افراد الشتات في اوروبا هم الاكثر ضرعوة ولسيما اولئك الذين استقاروا في فرنسا وهكذا ينتقد جزائري وفرنسا السلطات لعدم زيادة الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا في حين ان هناك حاجة كبيرة للجالية الجزائريات الكبيرة في فرنسا لديهم بالفعل عدد غير قليل اضافة المزيد في فرنسا وخاصة ليون يطرقون العدد من مستخدم الانترنت على الشبكات الاجتماعية بالنسبة للعدد من المتحدثين على فيسبوك من الافضل للسلطات الجزائريات زيادة الرحلات الجوية بين الجزائر وبعض البلدان الاخرى حيث تكون حركة المرور مكثفة هناك بالطبع فرنسا ولكن هناك ايضا اسبانية وتركية انهم لا يفهمون قرارهم بتعزيز الرحلات الجوية مع باريس ولا انشاء خطوط جديدة غير محتملة مثل خطوط داكار ونواكشوت حيث يندر الجزائريون في وقت يمر فيه عشرات بل مئات الالاف من الجزائريين في فرنسا بهذه المحنة بسبب انخفاض عدد الرحلات مع الجزائر وارتفاع اسعار تذاكر الطيب